طبعا العرب اللندنية منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة تتنبأ يوميا بحرب شيعية شيعية حرب سنية سنية حرب سنية شيعية حرب الكل مع الكرد وحرب الكل مع الكل ولا واحدة من هذه الحروب حصلت لذلك بكل صراحة أعتقد بأن على العرب اللندنية أن توفر وتذخر جهودها للتركيز أكثر على مواضيع أكثر أهمية في الجانب الإعلامي بمراعاة المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الإنسانية للإعلام وهي أهم بكثير من مسائل تتعلق بجمع اللايكات والكومنتات في مواقع التواصل الاجتماعي هذا أولا ثانيا بعد 2005 وبعد توقيع الاتفاق الاستراتيجي بين الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي الكردستاني وقبلها منذ عام 1998 بتوقيع اتفاقية واشنطن برعاية وزارة الخارجية الأمريكية بحضور الرئيس مام جلال والرئيس مسعود بارزاني تم حذف وشطب مسألة الاقتتال الداخلي بين البارتي واليكتي نهائيا وإلى دون رجعة نعم هناك خلافات وتتصاعد الخلافات الخلافات تكون فقط إعلامية هناك تصعيد إعلامي نعم هناك الكثير من التهجم الإعلامي هناك الكثير من الأخطاء وهناك الكثير من المسائل التي تتعلق بالانتقادات الموجودة حول الوضع العام في كردستان وهذا في إطار الديمقراطية نعم أحيانا إفرازات الديمقراطية تكون سلبية بعض الشيء يعني سوء الاستفادة من هذا الموضوع وهذا المبدأ ولكن مسألة وجود حرب أهلية في داخل كردستان واقتتال داخلي بين البارتي واليكتي هذا حلم لن يتحقق لأن هذه الأطراف التي تحاول أن تدق طبول الحرب نفسها هي التي وقفت ضد العملية السياسية في العراق ونفسها هي التي هللت وصفقت لإرهابي داعش وهي تصفق اليوم للميليشيات التي تريد أن تبث الرعب في الصف العراقي بشكل عام وكثير من الأحيان هذه الأطراف الإعلامية وهذه الجهات والمؤسسات الإعلامية هي التي تنشر أخبارا مفبركة بلسان الأطراف الميليشيوية التي تريد أن تسيطر على حكم العراق بشكل عام إذن أود أن أطمئن الجميع بأن مسألة الحرب الأهلية في إقليم كردستان ولت إلى دون راجعة نعم طيب ترجمة نانسي قنقر